ثريدز الآن نرى الصورة الثانية تخسر ما يقارب نصف عدد مستخدمينها تطبيق ثريدز الذي الآن ينافع في تطبيق X أو تويتر خسر نصف عدد مستخدمينه للعلم ولكن ترى هو وصل مئة مليون مستخدم وخسر خمسين مليون كم له التطبيق؟ التطبيق ما صار لولا شهر ما صار لولا شهر وصل مئة مليون وصل مئة مليون طبعا لنا هو من الشركة اللي مطوره انستجرام وشركة اللي مطوره فيسبوك مارك زاقربرغ كلنا نعرفه مع ذلك بسبب ان زي ما يقولون دخول ثريدز كان بين قوسين ترنت يعني فجأة كل الناس عبوا عليه بعدين نسعبوا طبيعي كان من المفروض يتوقعون انهم بيخسرون كعدد كبير من المستخدمين مارك زاقربرغ جاء في واحدة من قاعات الشركة وعطانا كلماتها رائعة ما شاء الله الله يعيزنا ويقول ان الاحتفاظ بالمستخدمين في المنصة كان افضل مما توقعه المسؤولون التنفيذيون ومع ذلك انه لم يكن مثاليا من الواضح انه اذا كان لديك اكثر من مئة مليون شخص اشتركوا فبنظره مثالية سيكون الامر رائعا اذا بقى جميعهم او حتى نصفهم ولكننا لم نحقق ذلك بعد شفوه يرقعها لكن ما رعا نقول اي شيء الان ما هو يحاول يصلحها دم انها قال انه يشوفها الانخفاض حاجة طبيعية المفروض انها تصير وقال انها غالبا رح تتحسن النسبة بالاحتفاظ بالمستخدمين بعد ما يضيفهم زيادة ميزات منها اصدار سطح المكتب لانه اذا الان رحت لموقع ثريدز بالكمبيوتر رح يطلع لك بس صورة متحركة كده اللوغو حق ثريدز قاعد يدور كده بالخلفية مادري من اللي مصمه ومكتوب ومحتوط عليه رابط تحميل ثريدز وايضا قال في هذا المقابلة انه يحتاج يضيفهم وظيفة البحث اللي اضافوها الان فاضاف واحدة من الاشياء وبيضيف شيء ثاني قريب جدا اللي هو سطح المكتب ما ندري اذا هالشي رح يفيد فعلا او لا لكن نستنى الى ما يصير تأثير ثم نشوف هل بيرجع يعتذر مرة ثانية والله يعني اه انا جبت العيد اش يسوي او تنجح فعلا حرب بين تويتر او اكس وثريدز رح تطول غالبا شبكة المجد القنوات الامنة للأسرة صعب نحن 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 hin ك